اهلا وسهلا بكم في الجزء التاني من المحاضرة التانية من مقرر تقنيات تصوير الطبي المحاضرة التانية عن موضوع التصوير بالموجات فوق الصوتية تكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن فكرة عمل الموجات فوق الصوتية النهاردة هنتكمل المحاضرة عن أنواع التصوير بالموجات فوق الصوتية في الحقيقة في الموجات فوق الصوتية عندنا أنظمة تصوير مختلفة وكل واحدة منها الحقيقة بتستعمل في طبيعات مختلفة أول نظام هو نظام تصوير ذروة الصدى في خط واحد وهو اللي بيسميه A-Mode في نظام تصوير السطوع ثناء الأبعاد اللي هو ال-B-Mode ونظام تصوير الحركة في خط اللي هو بيسميه M-Mode في نظام استنباط صورة تدفق الدم من طريق الدوبلر ده برضو من الحاجات اللي مهمة جدا وفي نظام استنباط خريط التوزيع سرعات التدفق أو بنسميه Doppler الملون وفي نظام التصوير ثلاثي وربعي العبعاد أول نظام هنتكلم عليه وهو أبسط نظام تصوير بالموجات فوق الصوتية هو بيصور ذروة الصدى في خط واحد ذروة الصدى معناها أن احنا بناخد الصدى اللي راجع ونسجله زي ما هو كده ونعرضه كرسم بياني زي ما احنا شايفين كده فالجهزة بتاعته شكلها بسيط بالشك ده كده بيبقى فيه هنا حاجة زي مجس كده عامل زي الألم كده بيتحط على المكان اللي احنا عايزين نعمله مسح والإشارة اللي راجع بتتعرض على الشاشة وممكن احنا نطبعها على ورق زي ما احنا شايفين هنا كده بالشكل ده لو احنا بصينا على المثلا الشكل اللي احنا شايفين وساطنا دوت ده بيبقى أبارة عن مسح للعين وده الحقيقة مهم جدا عشان يقدر يورينا إذا كان فيه أي تغيرات داخل العين وده نيز قياسات دقيقة حقيقة بنسبة للسمك بتاع الأجزاء المختلفة وإذا كان فيه تغيرات مرضية ولا فيه تغيرات مرضية فلو احنا بصينا على ده عبارة عن الشكل الإرشادي اللي بيقولينا هنا كل واحدة من الذروات الموجودة هنا دي كده كل واحدة فيهم بتعبر عن جزء معين من العين فجزء معين من أجزاء كرة العين يعني فهنا مثلا بنبص على الراتنا أو الشبكية هنا بنبص على بعد الجزء بتاع العدسة هنا قبل الجزء بتاع العدسة هنا الجزء الخارجي خالص من العين وطبعا هنا لما احنا بنقيس الإياسات دي بنقدر نحن نميز كل واحدة من الأجزاء دي ونقدر نقيس المسافات المختلفة اللي موجودة عندنا بين كل الأجزاء المختلفة دي وبعض ديها زي ما احنا شايفين هنا كده طبعا ممكن يبقى فيه عندنا تغيرات ممكن تبقى تغيرات ممكن مرضية أو تغيرات طبيعية ممكن نحن نميزها من خلال نحن بننظر للشكل الباني ده طبعا الشكل الباني ده ما هواش وسيلة الحقيقة يعني نقدر نحن نتعرف بيها بسهولة على التغيرات المرضية فعشان كده احنا دايما بنحاول نحن ما نصورش التصوير بتاعنا في خط واحد أو نظام تصوير دروة الصادق في خط واحد ده ما هواش الحقيقة له شعبية كبيرة ابتدت الناس تتكلم بقى على الصور سنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وربعية الأبعاد وهي دي الأنظمة اللي دلوقتي حاليا منتشرة أكتر بكتير قوي من نظام التصوير في خط واحد نظام تصوير الصدوة أثناء الأبعاد اللي هو البي مود أو بالانجليزي برايتنس مود بيتم فيه عمل مسح المجال الرؤية بعدد من الخطوط وعرض الصدى كنقاط مضيئة في صورة فاحنا ممكن نعمل مسح للمجال بتاع الرؤية لقصادنا ممكن بحاجة بالشكل ده كده عبارة عن حاجة بسميها مصفوفة خطية بيبقى فيها عدد من المجسات موجودة هنا كده قصاد المجال اللي أنا عايزة أصوره وكل واحدة من دول بتديني خط مختلف زي ما احنا شايفين هنا كده فبيبقى شكل الصورة بتاعنا شكل مستطيل او ممكن نستعمل بعض التقنيات اللي تسمح لنا ان احنا نقدر نعمل مسح بشكل يعني في شكل كده دائري او في شكل يعني اعتبر قطاع من دائرة كده فيطلع لنا الشكل بتاعنا بالشكل ده كده طبعا بيبقى فيه عندنا المسح ده بيتكرر يعني طول الوقت يعني كل ما ننتهي من مسح المجال بنقبل مساحهم لقوله جديد تاني علشان نقدر نطلع صورة في الزمن الحقيقي زي ما احنا شايفين هنا كده طبعا الميزة بتاع الشكل اللي هو المقطع الدائري دوت مميز جدا عن الشكل اللي هو مستطيل لانه هو هنا يقدر يجيب لي مساحة كبيرة جدا من داخل الجسم باستعمال نقطة دخول صغيرة وفي الوقت نفسه المجسات الكبيرة بتاعت المصوفة الخطية دي الحقيقة يعني في اماكن كتير الحقيقة ممكن يبقى استعمالها فيه صعوبة زي ما هنشوف بعد شوية لان في بعض القيود اللي على استعمال موجات فوصة طيب بعض الاماكن اللي فيها هو وفيها عظام فالمنتشر اكتر بكتير الحقيقة الجزء بتاع تصوير بالمقطع الدائري اللي احنا شايفينه هنا دوت وده الحقيقة واحد من الحاجات اللي بتدينا صور كل صورة فيها بتعبر لي كل خط هنا بيعبر لي عن يعني واحدة من الخطوط اللي انا حصلت عليها بعرضها هنا بالشك ده كده وبشوف تغيراتها مع الزمن بحيث اقدر الاحظ اذا كان فيه اي تغيرات بتحصل لو انا بعمل مثلا مسح مثلا للقلب او حاجة زي كده نقدر نتابع حركة الصمامات بتاعت القلب والحركة بتاعت عضلة القلب نفسها مع الزمن ممكن بقى لو احنا حبينا ان احنا نبص على حاجة محددة يعني فيه عندنا جزء معين من اجزاء الجسم نحب ان احنا نبص عليه هو بذاته وانتابعه ونقدر نطلع منه بعض الخصائص الرقمية نقدر نحنا نستعملها في التشخيص فبنستعمل حاجة اسمها نظام تصوير الحركة في خط في النظام ده الحقيقة احنا زي ما احنا شوفنا بيبقى فيها عندنا مقطع دائري كده بنعمله مسح انا بختار من المقطع الدائري ده خط واحد زي ما احنا شايفين هنا في الصورة برضو دي صورة حقيقية برضو للتصوير بالنظام تصوير الحركة اللي هو بسميه المود الخط ده الحقيقة بنفضل نعمله مسح مستمر بشكل كبير ونرسم الحركة بتاعته مع الزمن فبناخد الخط ده اللي هي الاشارة اللي جايلي من الخط ده او الصدى اللي جايلي في الخط ده كده برسمه يبقى هو اللي موجود على المحور ده كده والمحور التاني يبقى هو الزمن فبلاحز اي تغيرات او اي يعني حركة موجودة في المكان ده مع الزمن ده مفيد جدا حقيقي علشان نقدر نشوف حالة صمامات القلب لو احنا يعني حطينا الخط ده بيمر باحد الصمامات فبنقدر نشوف حركة الصمام بالضبط عامل ازاي وممكن بردو نتابع بعض الحركات الاخرى مثلا زي حركة الجنين او بعض الحاجات اللي هي بردو تهمنا ان احنا نقدر نتابعها بردو دي حاجة مفيدة جدا ان احنا بردو نقدر نتابعها بنظام تصوير الحركة في خط واحدة من الانظمة المهمة جدا المميزة جدا في التصوير الموجود في وساطية هو نظام استنباط صورة التدفق الدم من طريق الدبلر في النظام ده الحقيقة بيتم تحديد منطقة منطقة عينة في صورة نظام السطوع لمسحها واستنباط توزيع سرعات سرعين الدم فيها دي صورة بتاعة البي موض اللي احنا كنا شفناها من شوية اللي هي نظام السطوع بنختار منطقة معينة نحب ان احنا فيها نشوف الشكل اللي سرعين الدم عامل ازاي بناخد المنطقة دي ونحللها بطريق الدبلر دي طريقة مشهورة جدا بنقدر بيها ان احنا نميز السرعات اللي موجودة في المنطقة اللي احنا مهتمين بيها ونرسمها مع الزمن زي احنا شايفين هنا كده فلو احنا نحب مثلا ان احنا نقيم سرعات تدفق الدم مع الوقت عشان نقيم مثلا اذا كان فيه اي وجود اي امراض الاواية الدموية سواء كان وجود ديق او وجود تمدد الحقيقة نقدر نشخصها بمنتهى الدقة ان احنا نبص على الشكل اللي احنا مطلعينه هنا دوت اللي هو بيعريلي السرعات على المحور دوت والزمن على المحور دوت فوجود سرعات هنا شكلها ان هي ما هياش منتظمة ده بيعني ان فيه مشكلة من مشكلتين دون موجودة ونقدر ان احنا كمان لو احنا تعرفنا على الشكل نفسه نقدر نميز اذا كان ديق ولا تمدد وده طبعا حاجة مميزة جدا والحقيقة هنعرف في خلال المقرر دوت ان احنا عندنا طريقتين بس نقدر نعمل بهم الكلام ده الطريقة الاولى هي الموجودة فيه الصوتية والطريقة التانية هي رانين موناطيسين باية الطرق بتاع التصوير للعواية الدموية لا تسمح بان احنا نتعرف ونستنبت سرعات الدم اللي مشى في العواية الدموية في الحقيقة فيه نظام اخر ظهر فيه الموجودة فيه الصوتية نتيجة ان الطباء لقوا ان فيه صعوبة جديدة ان هو يمشي بمنطقة عينة صغيرة كده ويقدر يبص بيها على اماكن كتيرة موجودة في الصورة فنظام الدوبلر ملون الحقيقة اللي هو الكلر دوبلر بيسمح باستنباط خريط التوزيع سرعات التدفق في منطقة كبيرة او كامل الصورة وعرض السرعات في شكل درجات الوان لسؤولة التشخيص يعني بدل ما انا كنت هارض السرعات نفسها في شكل منحنيات بيانية لقدر هارض السرعة اللي موجودة في مكان معين بشكل درجات الوان درجات احمر ودرجات ازرق درجات الاحمر بتعني ان السرعان الدم في اتجاه المجاس اللي بنستعمله عشان نحصل به على الصورة والالوان الازرق اللي هي الوان اللي بتكلم على التدفق في عكس الاتجاه دو فبنشوف من السرعات نفسها لو احنا مثلا بصينا على الصورة دي هنلاقي ان في عندنا حاجة زي يعني يعني الوان استرشادية كده تقول لنا السرعات نفسها اللي موجودة من اول كام لغاية كام وكل ما السرعة زادت في اللون الاحمر بتبقى تقرب للاصفر وكل ما زادت بالنسبة للازرق بتروح للابيض فبنقدر على طول نتعرف من خلال نحن نبص على صورة زي كده بنقدر نميز مباشرة اذا كان في اي مشكلة موجودة في داخل ايه داخل اواية الدموية طبعا ونقدر نعرض الصورة دي برضو في الزمن الحقيقي زي ما احنا شايفين هنا كده فنقدر مثلا هنا ده تصوير القلب مثلا بنقدر نشوف فيه اللي بيحصل داخل حجرات القلب مع الزمن وهي طبعا حاجة قيمة جدا وبتسهل كتير جدا على الاطباء ان هم يقدروا يتعرفوا على اي مشاكل موجودة في العواية الدموية او في القلب احدث التطورات اللي حصلت في الموجودة في الصوتية هو طبعا نتيجة لان كل الناس بدأت دلوقتي يتفكر في نظر التصوير الثلاثية وربعية الابعاد في الحقيقة في الحالة بتاعة الثلاثي الابعاد اللي بنعمله ان احنا بنحاول ان احنا نعمل مسح حجم وليس فقط شريحة من الجسم يعني احنا بنستعمل مثلا مجس بشكل احنا كنا شفناه قبل كده ده بيحاول ان هو يحصل على شريحة داخل الجسم بدأ ما نحصل على شريحة واحدة احنا ممكن ان احنا نعمل مسح باستعمال نفس المجس ده وتناخد عدد من الصور ونكون بهم الحجم بتاع الانسجة اللي موجودة فيه داخل جسم الانسان او ممكن يبقى هو نفس المجس هو 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 نفسه بيعمل المسح ده بطريقة ميكانيكية يعني من داخله هو فيه حاجة بتتحرك وتسمح ان هو يحصل على مجموعة من الشرائح او من المقاطع اللي موجودة داخل الجسم وهو بعد كده بياخدها ويكون بيها صورة حجم الانسجة الموجودة داخل الجسم دي الحقيقة مثال لطيف جدا للاستعمال بتاع التصوير ثلاثي والرباعي الابعاد هنا ده صورة متاخدة بجهاز موجات فوق صوتية للطفل قبل الولادة وده نفس الطفل بعد الولادة فبنشوف ان فعلا يعني الدقة عالية جدا حقيقة فيه تقدير الشكل بتاع الجنين نفسه وطبعا احنا ممكن ان احنا نقول ان دي حاجة ما هياش تشخصية مهمة قوي بس في الحقيقة لها تطبيقات الحقيقة كتيرة في التعرف على بعض انواع التشوهات الجنين او بعض انواع المشاكل اللي ممكن تحصل للجنين مثلا بالنسبة للالتفاث مثلا الحبل السوري حوالين الرقبة او حاجات بالشكل ده ممكن تظهر بشكل حقيقة واضح جدا في التصوير الثلاثي الابعاد وفي منتقى الصعوبة انها تظهر في الصور ثنائية الابعاد فالحقيقة الفرق بين التصوير الثلاثي والرباعي الابعاد هنشوفه في الشريحة اللي جاي مهم جدا احنا نعرف الفارق بين التصوير ثنائي وثلاثي والرباعي الابعاد التصوير ثنائي الابعاد لو احنا بنبص عليه في حالة تصوير جنين مثلا هنلاقي ان الصورة بالشكل ده كده هو الطبيب بيحط المجس على مكان معين على بطن الام ويقدر نشوف الجنين بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده بيشوف مقطع داخل الجنين فالمقطع ده الحقيقة بيدي له فكرة عن بعض الاماكن الموجودة جهوه نقدر نعمل منها قياسات طبعا نقدر نشخص بيها حاجات زي عمر الجنين وحاجات زي كده زي ما احنا شفنا قبل كده في المحاضرة الاولى عشان نقدر نتعرف على بعض المشاكل اللي بيتعرض لها الجنين داخل بطن الام بس الحقيقة لما احنا بنبص على تصوير ثلاثي الابعاد بنقدر نحنا نطلع مجسم ثابت بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده يعني بنعمل مسح للجنين الموجود داخل بطن الام ونقدر بعد كده نتصرف في المجسم دوت نقدر نعرضه بس المجسم ده بيبقى كنه لقطة للجنين في وضع معين ما بيبقاش بيتحرك فهنا في الصورة ثلاثي الابعاد كان مقطع متحرك يعني شريحة واحدة متحركة مع الوقت يعني في الزمن الحقيقي هنا ده مجسم ثابت عملنا له يعني تصوير في وقت معين بنقدر بس نحنا نقدر نعمله حركة في العرض إنما هو الحركة دي احنا اللي بنعملها ماياش حركة حقيقية ده عبارة عن اكيني عندي تمثال مثلا مجسم والتمثال ده انا بقلبه في ايديا كده علشان اشوفه اتفرج عليه التصوير بقى الابعاد الحقيقة بقى واخد المستين بتاعت التصوير ثلاثي الابعاد والتصوير ثلاثي الابعاد إنه بيطلع مجسم متحرك يعني الصورة القصادنا دي بتطلع في اثناء التصوير فنقدر نشوف فيها الجنين وهو بيتحرك داخل بطن الام طبعا دي حاجة في غاية الاهمية الحقيقة ولها اهمية تشخيصية في غاية الجمال الحقيقة إنه هو يقدر يتعرف إذا كان الجنين ده بيتحرك حركة طبيعية ولا حركة غير طبيعية ويقدر يتعرف إذا كان فيه اي مشكلة بالنسبة للجنين يعني يقدر يحرك المكان اللي بياخد فيه الصورة ويقدر من الحركة دي يقدر برضو ياخد مقاطة أو ياخد مجسم يبقى شكله أحسن بالنسبة للجنين فالحقيقة التصوير رباعي الابعاد هو أحدث حاجة موجودة حاليا في تصوير المجادة فيه الصوتية ويسمح لنا إنه نشوف حاجات داخل الجسم بتتحرك في شكل مجسم والمجسم ده بيتغير مع الزمن الحقيقي يعني دي حاجة طبعا تعتبر أحدث تطور حالي موجود في تصوير المجادة فيه الصوتية أشكركم الحسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثالث من المحاضرة الثانية إن شاء الله